اللغات هي أساس وجود المجتمعات أو خلينا نقول كده اللغات هي الهوية اللي بتعرف هوية الشخص أو هوية هذا المجتمع هي أداة التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع هي اللي بتخلينا تواصل ونعبر عن حضرتنا وعن ثقافتنا عشان كده جات فكرة الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم اللي العالم هيحتفل بيه بكرة بإذن الله اللغة فعلا جمانة هي بيت الوجود حضور الإنسان لا يتحقق إلا بوجود اللغة اللغة العربية لغة الضاد احنا هنا في مصر بنعتز بها كثيرا يعني جمال وجلال اللغة العربية بدأ على هذه الأرض الطيبة في مصر من خلال الأدباء والمثقفين والمبدعين ومن خلال أيضا قراء القرآن الكريم عبر تاريخ الدولة المصرية هناك اهتمام شديد باللغة العربية مصر هي الحارسة الأولى للغة العربية حول الجهود الخاصة بالأزهر الشريف وأيضا الدولة المصرية في الحفاظ على اللغة العربية بينضم إلينا في الستوديو الإذاعي القدير الأستاذ سعد المطعاني مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا فنس صباح الخير يا سيد محمد صباح الخير يا سيدة جمالة وأنا شاكر أفضلكم لهذه الدعوة الكريمة خاصة ونحن نحتفل باللغة الأم لغة الضاد لغة القرآن الكريم محتاجين مجلدات لما نتحدث عن دور مصر حقيقي تاريخيا وحتى هذه اللحظة في الحفاظ وصون اللغة العربية لكن اسمحني أبدأ مع حضرتك من خلال رابطة خريجي الأزهر الشريف لأنه فيه خصوصية فريدة للأزهر في الحفاظ على اللغة كلغة مقدسة يعني قداسة اللغة كان دايما الشيخ الأزهر يقول لنا أنه اللغة العربية هي لغة قداسة هي لغة محدسة صحيح الجهود اللي بيبذلها أو اللي بتبذل من خلال رابطة خريجي الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعني تحية لهذا البرنامج الذي دائما يلتف حوله السادة المشاهدون وهي دي مصر مصر الثقافة مصر التنوير مصر الحضارة ليس هذا الكلام نقوله تعصبا ولكنه حقيقة وحينما نتحدث عن اللغة العربية فإننا نتحدث أيضا عن مصر عن اللسان العربي القوي مصر التي حفظت لغة الضاد من خلال أزهرها من خلال علمائها من خلال إعلامها ممثلا في الإذاعات والتلفزيون من خلال إذاعة القرآن الكريم إلى جانب الشبكات الرئيسية صوت العرب البرنامج العام لأن التحدث في هذه الشبكات لا بد أن يكون باللغة العربية لكننا إذا تطرقنا إلى قضية هامة وهي أن مصر هي دولة القراء والإقراء زي ما حدثت قلت يا سيد محمد القرآن الكريم القراء المصريون أصحاب الأصوات العذبة هم الذين نقلوا للدنيا كلها القرآن الكريم عذبا غدا طريا بلغة سهلة جذابة وبالتالي فإن مصر الأزهر هي حافظت على اللسان العربي المبين من خلال جامعتها العريقة فجامعة الأزهر يعني وأن كنت أتحدث يعني بصفتي مدير مكتب إعلامي للمنظم عن أخيري أزهر ومعرفتي بالأزهر توجد كليات اللغة العربية صحيح اللغة العربية كليات اللغة العربية الأم في القاهرة وفي الأقاليم كليات عديدة وبالتالي ذهب الأزهر إلى أبعد من ذلك بإنشاء مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومقره جامعة الأزهر يفد إليه كل عام أكثر من ألفين طالب يحصل على سبع كرصات في مستويات اللغة يخرج فاهما للغة نطقا سماعا كتابة بل الطلاب يؤدون أدوات يؤدون أدوار مصرحية باللغة العربية وهناك إقبال على تعلم لغة العربية إقبال من كل منسيات العالم بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك بإنشاء فروع لمركز تعليم العربية خارج مصر خاصة في أندونيسيا خاصة في ماليزيا دول شرق آسيا تهتم باللغة العربية ومصر تدفع في هذا الاتجاه ليه؟ لأن اللغة العربية هي الوعاء الحامل للثقافة الإسلامية وطبعا الثقافة الإسلامية المعتدلة السمحة بنعتبرها هي صمام الأمن الفكري للعالم كله لأن الأزهر يعلم الشرع بطريقة وسطية سهلة سمحة وبالتالي يقضي على ما يسمى بالتطرف والغلو والتشدد فدراسة العربية ودراسة العلوم الشرعية تؤدي إلى الفهم الوسطي الذي يؤمن العقل من أنه يذهب بعيدا أو يخرج عن النص وبالتالي احتفالنا باليوم العالمي للغة أعتبره احتفالا عظيما لأن اللغة العربية هي لغة الضغط هي لغة القرآن واللغة العربية مهما شابها من ضعف كما يرى البعض أو كما يوجه إليه البعض سهام النقد إلا أنها موجودة وستكون موجودة لأنها لغة القرآن ما دام القرآن يقرأ ما دام القرآن يسمع فلا بد أن تبقى هذه اللغة حية هناك كثير من اللغات اندصرت لكن اللغة العربية لم يعني يحدث لها ما حدث للغات أخرى والسبب هو القرآن 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 ليه القرآن لأننا تعلمنا على يد الشيوخ علمونا كيف ننطق الحرف ما هي صفات الحرف ما هو مخرج الحرف كيف يرتبط الحرف بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده وعرفنا صفات الحروف هي دي مصر اللي بتعلم الدنيا كلها اللغة العربية عن طريق أدوات كثيرة من ضمنهم الإعلام اللي إحنا بنتحدث في إحدى قنواته العظيمة طيب أستاذ يمكن في بعض العلماء تحدثوا عن أنه قوة مصر النعمة تكمن في اللغة العربية عظيم رأي حضرتك حضرتك يعني أشكرك على هذا السؤال أستاذ جرمانا طلبت العالم الإسلامي من 138 دولة لما بيجوا مصر يدخلوا جامعة الأزهر منهم عدد كبير يختار كلية العربية ليه؟ لأن هذه الملدان ترسل أبنائها للتعلم في الأزهر من أجل تعليم اللغة العربية من أجل تعليم الشرع الحنيف وبالتالي يعد هذا سفيرا لمصر في بلادي وأنا حينما أقول سفيرا لمصر في بلادي يعني تشرفت بزيادة أكثر من دولة وصحبة فضيلة الإمام الأكبر وجدت اللغة العربية يعني عظيمة في بلدان ليست أصلها اللغة العربية فأعجب تماما العجب حينما أرى رئيس أكبر جامعة إسلامية في بروناي يقول تعلمت اللغة العربية من إذاعة القرن الكريم القاهرة ومن عجب أنه يعني قال حينما أسمع إلى السيدة أم كلسوم في إحدى قصائدها كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالة فوجدت هذا الرجل العملاق يسرد القصيدة نطقا جميل وها بحورا للشعر بل أجادها يعني أفضل مني أنا هذا التأثير مصري أسماء كبيرة من السياسيين في دول العالم يتفخرون أنهم درسوا يوما من الأيام داخل الأزعر وده يعني أكبر شهادة على دور الدولة المصرية في الحفاظ وصون اللغة العربية هسألك سؤال مباشر لأنه حقيقة إحنا شايفين حالة غربة ما بين قطاع من الشباب مع اللغة العربية ولأسباب كثيرة يعني تحتاج إلى حلقات لماذا يشعر بعض الشباب أو أجاد من الشباب بالغربة تجاه اللغة العربية في التحدث بها وفي التعامل معها كيف نعيد إحياء اللغة بين الشباب هذا من ناحية من ناحية أخرى السؤال بيسأل دائما في كل مرة تيسير اللغة يعني هناك أبواب كثيرة مثل أبواب النحوة وغيره البعض يرى أنه اللغة معقدة وصعبة وغيره كيف نيسر هذه اللغة الجميلة العذبة لكي تجري على ألسنة الشباب السؤال ده يعني السؤال مهم جدا ويعني هجاوب عليه من خلال واقع عمل يعيشناه حينما التحقنا بالإزاعة ليس كل المذيعين من أبناء اللغة العربية بل كليات إعلام وكليات مختلفة الأستاذ فاروق شوشة أستاذ صبر السلامة أحمد الله عليهم أعطونا رشدتة فيها المضاد الحيوي ضد فيروس أن أنت تبعد عن نوع عربية جميل هذا في كتاب سهل بسيط كانت تصدره وزارة التعليم ويعطى للطالب في السنة الأولى للدراسة السنوية القواعد الأساسية للنحو الصرف حينما يعني انكبينا على هذا الكتاب يا أستاذ محمد وجدنا أن أدوات اللغة العربية ملكنا الجانب الذي يختص به الإعلامي حتى لا يختص في اللغة العربية وجدنا الأستاذ فاروق شوشة حببنا في اللغة العربية جميل وبالتالي أنا النهاردة بقول الطالب عشان يحب اللغة العربية مدرس المدرس يحببه في اللغة المدرس يحببه في اللغة ما تبقاش حصة النحو هي البعبع للطالب ليه لأن اللغة العربية اسم حرف كلمة فعل لو بدأنا بهذه الأمور الصغيرة وهذه الأشياء تعلمناها في الكتاب والكتاب هو البداية المهمة والآن الكتاب أصبح متيسر عن طريق الأونلاين وكثير من الأساتذة والمعلمين والمعلمات يعلمون الأولاد البداية حينما كانوا يعلمون الألف عليه فتحة وتحت منه كسرة وعليه ضمة وعليه سكون كانوا يعلمون آ فتحة آ آ آ كسرة آ 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 إيه؟ اضطرت الطائرات إلى كذا. فإن طلع الضاد والطاق إزاي؟ بسكن الضاد وأدخل إيه الطاق لأن الحرفين دولة إحنا بنعطي يقولون حروف سميع الاستعلاء. ده كله ده تعلمناه بطريقة سهلة. يبقى الأستاذ إذا أراد أن يعلم الطالب بطريقة سهلة يعطي له أدوات الجذب لتعلم اللغة. الغربة التي يحياها البعض. يعني هي غربة. لكن ليست غربة عميقة. لكن هو بعد. أنا ممكن أسميه نوع من أنواع الغفلة. وحضرتك طبعا إعلامي كبير. لدينا من زملائينا المسجعين في سعطان الكريم من يتحدثون للغة العربية في حياتهم العامة. لا ينطقوا كلمة العامية. مثل ما نتحدث الآن نخلط بين العامية والفصحة. فزمينا نسأله كيف تتعامل مع أولادك في بيتك. يعني الإجابة أن أولاد يتعودوا على هذا وفهموا. بل أنه يتحدث مع البسطاء. مع أنصاف المتعلمين. وعرفوا أن اللغة العربية اللغة سهلة وليست صعبة. ليه؟ نحن المطلوب مننا ليست يعراب القرآن للزجاج. لا. لكن هي اللغة الدارية السهلة البسيطة. لأن مستويات اللغة العربية اللغة العربية القح. نحن لا نتحدث بها. اللغة العربية فيها إسفاف وفيها لا نتحدث بها. لكن نتحدث باللغة الوسطى. وهي اللغة العربية السهلة المفهومة. جميل. نحن نشكر حضرك يا فندم جزيل. شكرنا وارتنا في سباح الخير يا مصر كل سنة وحضرتك طيب. أنا سعيد النهاردة بهذا اللقاء. وأرجو إن شاء الله أن تتعدد لقاءات الاهتمام باللغة. خاصة مع متخصصين. وخاصة مع من يحملون لواء حماية اللغة العربية في مصر. وحضرتك منهم. يعني ضمت مدافعا وحارسا للغة العربية. ومحببا لها لكل الأجيال الجديدة. حقيقة إذاعة ماني كريم غلست فينا هذه الأداء. نتحدث اللغة العربية الفصحة. أعلمونا هكذا. ونعلمها الآن للأجيال. ويعني أنتم بسم الله. إن شاء الله خير ومساعدك. أشكرك سنة محمد. أشكرك سنة جمالة. أشكرك سنة المشاهدين. أشكرك شكرا جزيلا. ضفنا الكريم. لإذاعي القضي الأستاذ سعد المطعاني. مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية. لخريجي الأزهر صباح الخير على حضرتك. شكرا جزيلا.